ازايكم موضوع غريب السيكوسيكو الروحاني ده باختصار معناه انه فيه بشر كتير جدا بيقابلوا بعض ولما بيجوزوا او بيعملوا علاقة جنسية او اي شيء هم بينقلوا طاقات لبعض الجنس هو اقوى طاقل او اقوى ناقل طاقي الجنس هو اقوى ناقل طاقي لما انت دلوقتي اي حد بتعرف على اي حد وبيقعدوا مع بعض فترة تتكلموا مع بعض ساعات اوقات اذا مارستوا جنس مع بعض فمعناه ان انتو بتنقلوا طاقة من بعض اذا مارست الجنس مع واحد غبي تصير غبي اذا مارست الجنس مع شخص زكي تصير زكي اذا مارست الجنس مع شخص محظوظ تصير محظوظ اذا مارست الجنس مع شخص يعني منحوس ينتقلك من النحوسات بتاعته يعني فيه واحدة طبعا هي مش بتتبعني ولا حاجة اذا مارست الجنس مع شخص ممكن الشخص ده تاني يوم يمرض او يقوله مصيبة او يقوله ناكبة ما تفهمش في شيء غلط فانت دلوقتي مع مين تمارس الجنس ايوة انا نفسي ذات نفسي بروح امارس الجنس مع مشتري القوس يعني انا بدور مشتري القوس عشان اروح امارس معهم الجنس ليش؟ عشان انا اعتقد ان مشتري القوس هنقول لك حظ يعني انت قمر القوس لما القمر يكترن مع الزهرة او الزهرة في القوس او القمر يكترن مع المشتري في القوس هينتقل لك حظ من خلال الاشخاص إذا كده. فده مختصر موضوع الجنس الروحاني. أصوما يعني إيش هتول أكتر من كده. ليه هو فيه جنس مش روحاني. تباشي اللي بيميز الجنس الروحاني معنى اللي مش روحاني. هو الجنس أداة لنقل الطاقة أو أداة لنقل التأثير على الآخرين. بس الموضوع أبعد من كده. الموضوع بيدخل فيه استغلال. والموضوع بيدخل فيه إنه فيه معالجين روحانيين. يعني مش هقول بيستغل حاجات المرأة الجنسية. هي بتستغل وهو بيستغلها. هما الاتنين بيمارسوا جنسوا مع بعض. المتعة متبادلة عند الطرفيق. فعشان تيجي واحدة بعدين تقول لك فلان فلاني معالج طاقي. وبيعالجني بالطاقة الجنسية. ما هو الحرمان الجنسي بيعمل مشاكل نفسية ومشاكل للشخص وبيخليه يجيله اكتئاب. الشخص بدون جنس يجيله اكتئاب. اللخبطة في الجنس تجيب للشخص اكتئاب. من زانة في رشو زانة معاشو. فدخل فيه موضوع نسبك دي. حتى العلاج دخل موضوع في العلاج الروحاني شخص مش عارف ايه كان ايه معروف يعني قصص كتيرة في الاعلام وفي الصحافة طلعت عن القصة دي. بس خليك فاكر ان الجنس هو اكبر ناقل طاقة في العالم. لا تقول لي بقى عدت معاه او صاحبته او مشيت معاه او كلت معاه. الجنس هو اكبر ناقل طاقة. بعد ما تمشي وتصحب ولا الى اخرين. شكرا. طيب. مختصر الموضوع ده كمان اكتر موضوع الجنس الروحاني ده او السيكو سيكو الروحاني انه انت بتختار اشخاص هالتهم نظيفة وتختار اشخاص محظوظين وتختار اشخاص متفقلي وتختار اشخاص ازكياء وتختار اشخاص في وضع نفسي جيد وفي وضع طاقي جيد وعندهم احلام جيدة احلام بمعنى امنيات عمد ومخطط وطموحات في الحياة اما تروح تمارس الجنس مع انسان مكتئب وانسان مصحور وتمارس الجنس مع انسان مكتئب ومصحور هيتنقل لك من السحر والجن اللي في جسمه يعني انت لو مارس الجنس مع انسان مصحور اكيد اكيد طبعا 100% او انسان في جنه وعفريت 100% هيجي لك قرف منه 100% هتتمس يعني انت هو منسوس وفيه سحر وجنه وعفريت وشيطين ومنحوس ومعامول عليه جميع التلاصم اللي في العالم الشخص ده هينقول لك الامراض الروحانية بتاعته لما انت تتصل بيه ما هو مكتوب الروحاني الجنس الروحاني ما هو كلمة روحاني معناها انه بينقل طاقة الطاقة دي قد تكون طاقة من ضمنها من ضمنها موضوع الجن والعفريت طب نفترض ان انت مارست جنس مع شخص معالج روحاني او شيء مثلا نفترض واحد خاتم الكرآن واحد يعني رباني انسان طاهر ورباني وعفيف وشريف وانسان بيصله وبيصوم ويتقل له وفيه واحدة مسحورة او منسوسة اتجوزته بتتعالق او بيخف النحس اللي فيها بيخف الازل اللي فيها بيخف السحر اللي فيها الازل اللي فيها بيخف ليه لانها عملت علاقة جنسية مع شخص معالج او راقي الجن اللي في جسمه بيطلعوا يحاربوا الجن اللي في جسمها وبيحصل علاق يعني انت فاهمي الله العظيم يا اخي كلام يضحل بس مشكلة ده وقائع وكل ده حقائق للأسف الدنيا غريبة واللي يعيشها ما نشوف ده كلام معروف يعني ده كلام معروف من الف سنة قس بعدين يقال ان انت نعم الشيخ اللي كان بعالج النسيون بالجن الشيخ اللي طلع يطلعوا او تليفاية انت راح لا لا او أخذ معك هيا واخذ معي حبه おagram يا راجل واخذ معك او او احبه تعالج المريضة صباح الخنافة فالمهم الدنيا غريبة المهم في أشخاص اللي علاقة الجنسية معاهم تجيب المرض والنحس وفيه اشخاص العلاقة الجنسية معهم تجيب السعد والتفاؤل والخير. فيه اشخاص يحاولوا يشدوك للامام. فيه اشخاص يرجعوك للخلف. فيه اصدقاء يفرحوك. فيه اصدقاء يزعع لك. طيب. وبس. وبس يا سيدي وبس. تخيل واحد زي انا كده عنده القمر في برج الخوص. والعياذ بالله. ربنا يغضب على الانسان ويروح يتجوز واحدة عندها زحل في القوص. وزحلها جنب كمرك. او زحلها ومريخها جنب كمرك. ايش اللي ممكن يحصل. والله هتتنكب هتتنحس. يعني زحلوا المريخ جنب كمرك وتمارس معهم الجنس والله لا تتنحس. ليجيلك نحس محترم كده نحس كده محترم. شوية نحسات محترم. سيبك من المريخ. المريخ عادي. يعني المريخ جنب الكمر في الجنس. ما يضرش قوي. لكن سيبك من المريخ. خليك في زحل. والعياذ بالله. انك تروح تمارس واحدة تمارس جنس مع شخص. زحلوا فوق كمرك. انت عندك الكمر في القوص هي عندها زحل في القوص. انت عندك الكمر في الاسد هي عندها زحل في الاسد. انت عندك الكمر في الميزان هي عندها زحل في الميزان. او العكس انت عندك الكمر في الميزان هو عنده زحل في الميزان. يعني تمارس الجنس مع شخص زحل جنب الكاميرا. يا سلام. يا سلام على نقل الطاقة الكرمية السلبية. يا سلام. يا سلام عن النحس ان لا يخش في حياتك. يا سلام. ايه هالدنيا بس. الدنيا هالدنيا الغريبة العجيبة اللي فيها عجيب وفيها غرايب. اللي عشان ما يشوف والله. خلاص ده اخر فيديو. الرسالة وصلت. المفهوم وصل. المعنى وصل. ده مختصر الموضوع. قل لي ما انتو صاحب اقول لك من انتو. شكرا. يعني اللي اللي بتمشي معهم تأثر. تأثر بهم. كل ده شكرا. كل ده بيبقى معروف يعني. مين مين انت مختلط مع مين? الاختلاة. هتختلط مع مين? طيب.